السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من برنامج السرشاجي النهاردة هنتكلم عن سؤال كده بيتروحه كل الناس هل لو كلت ونمت مباشرة هل هتخن؟ ولا لا السؤال لا وآ بس استنى شوية لا ليه تخيل كده لو انت مكلتش طول الوقت يعني انت مثلا متعود ان انت بتاكل فطار وغداء وعشاء الفطار ده وليكن بتاكل طبق فول الغداء بتاكل مسلا طبق طوجن او طبق مسلا مكارونا بشاميل فيه كتعتين مكارونا بشاميل العشاء بتاكل بطين وجبنة جيت ان انت طول اليوم تعبان جدا وجيت عالساعة تمانية او تسعة بالليل قلت نجعان جدا فهاكل حتة المكارونا البشاميل مكلتش الفول ومكلتش البيض والجبنة فكلت حتة المكارونا البشاميل ودخلت نقمت على طول انت مش تدخل انت بالعكس انت هتخس ليه؟ لان انت متعود على سعرات حررية معينة وليكن مثلا اقول الفين سعر حراري او الف وخمسمائة سعر حراري في اليوم ولانت بتعبش تحسب السعرات الحررية احسبها كده بالمكال بتاعك اللي انت مثلا انت طبيعي او انت مثلا لو انت راضي عن جسمك انا بكلم ان انت راضي عن جسمك لو انت راضي عن جسمك انت بتأكل السبح مثلا ليك وجبة معينة في الفطار ليك وجبة معينة في الغدة ليك وجبة معينة في العشاء ليك وجبة معينة فانت اختشرتهم كلهم في وجبة واحدة واللي هي ما تقلتش فيها انتكلت الوجبة الطبيعية بتاعتك اللي هي مثلا باكرونة المشاملة اللي قلتلك عليها او الطاجن فاللو دخلت نمت يعني دخلت نمت ووصحيت انت كده ما تخنتش ده انت بالعكس انت هتخس لان انت قللت السعرات الحرارية خلينا متفقين ان الجسم ده عبارة عن مكنة او عربية عربية دي لانت ايه الاكل انت بتديه لها بتمده بالطاقة فانت اديته الطاقة الاقل من يعني انت بتجهي يعني بتعمل مجهود كتير وفي نفس الوقت بتديله اا اكله قليل فانت كده هتخس في ناس من ضمن التساؤلات بتاعتها ان هي لو انا كلت كوباية زبادي ودخلت ريمت هل هتخن ولا لا ده من ضمن الاسئلة اللي انا قارتها قبل كده لأ انت مش تتخن بدام كوباية الزبادي في احتساب او في حسبان السعر الحراري ده ده طبيعي ولكن بقى انا هقولك على حاجة احنا كلنا بنعمل ليه بيقولك ان الاكل بالليل ما تكلش بالليل واتنام ليه يفضل ان انت قابليها بتلات اربع ساعد لان انت الاكل بالليل انت لما بتيجي طول اليوم بتبقى اجزوستد او انت بتبقى تعبان خالص بتيجي على بالليل بتبقى جعان مش بتركز ان انت تاكل اكل هلسي او اكل صحي او ضايت او اي حاجة انت اللي قدامك بتاكله لان انت تعبته وهلكت جسمك طول الفترة اللي فات اللي قابليها الصبح والضهر والعصر وجيت بقى على بالليل خلاص انت هتعباد خلاص فعايز بقى ايه؟ تاكل فانت مش هتركز في اكل بقى ولا صحي ولا ضايت ولا الكلام ده مش في دماغك اساسة انت دلوقتي اللي في دماغك هتاكله فانت في وجبة واحدة تلاقيك كلت كل حاجة مرة واحدة يعني كلت فول كلت مسلا مع طعمية كلت 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 اللي هو ايه كلت جمعت التلات وجبات في وجبة واحدة وده ما ينفعش لان انت كده لما هتيجي تنام انت كده جمعت التلات وجبات فانت كده مش هتخس ولا هتزيد لكن لو انت كلت اكتر لو انت مسلا قعدت جمعت تلات وجبات دولت وبعدها مسلا سناكس بعدها ما عرفش ايه ودخلت نمت ما انت كده هتدخل ده طبيعي حاول تحسب انت مسلا احسبها كده مش هتتحسب بسعرات حرية دلوقتي يعني مش بكلمك دولت في حزبان سعرات حرية انت دلوقتي انت متعود انت جسمك دولت سابت وليكم مثلاً ثمانين كيلو وخمسة وسبعين كيلو وها كذا انت دلوقتي بتاكل فطار بتاكل غدا بتاكل عشا جمّاء كلت يعني جيت بسراً على بالليل كلت الغدا بس ما كلتش ولا فطار ولا عشا انت هتخس مش هتدخن ده العلم بس بالشيء أما بقى ايه أضرار الأكل بالليل لما انت بترجع بالليل زي ما أنا قلت انت بترجع بتاكل أي حاجة وكمان فترة الصهر بتزود هرمون اسمه هرمون الجرلين أو جرلين هرمون جرلين هرمون ده ده هرمون الجوع اللي انت بتبقى جعان فبتضطر ان انت رايح جاي عالتلاجة ما بتسكوتش ده وانت صهران تفرج على فيلم تروح جاي واخد لك مثلاً ازازة بيبسي ولا حاجة ترجع تاني طب انا جعان تباخد لي مثلاً حتة مثلاً كنافة طب ارجع تاني اخد مثلاً حتة مكورونا بشاميل وكذا انت رايح جاي عالتلاجة عشان صهران فالصهر بيتفرز جنبيه هرمون بيتفرز في اسناء الصهر هرمون اسمه جرلين والعكس صحيح لما انت بتنام بدري او انت بتنام في الوقت العادي الساعة 10 او 11 بالليل هرمون اسمه هردون الليبتين او الليبتين هرمون الليبتين هرمون ده هرمون الشبعة لما انت بتنام بدري بيتفرز هرمون عندك هرمون الشبعة كل ما بتصهر كل ما بيتفرز هرمون الجرلين فعشان كده الناس ما بتنصحش انك تاكل بالليل وتنام فطبعا بقى ظهرت الخرافات اللي انت لو كانتها تزيد في الوزن ومعرفش ايه لا لا الكلام ده ليس له علاقة بالصحة بس انا بكلمك ان يفضل يفضل انك قبل ما تنام بتلات اربعة ساعات تكون واكل اخر وجبتك يعني تكون واكل مثلا وجبة وبعدها بتلات اربعة ساعات تخش تنام بحيث ان في الافضل لك ان انت لما بيكون جسمك صاحي بيتعمل فرز الهضم والانزيمات بشكل صحيح لما بتنام وبتصحق ودي من المضاعفات ان انت بيحصل حاجة اسمها ارتجاع في المريء بيحصل لك كده حرقان في الحتة دي والحتة بتاع زورك دي حرقان جامد او ارتجاع المريء واكيد سمعت عنه كتير بس ان انت ما تعرفوش ان بيحصل حاجة في الاسنان اسمها تأكل حمدية تأكل الحمدية وبي لو انت بتعود انك تاكل كتير يعني تاكل وتنام تاكل وتنام من غريب حاجة بيحصل لقدر الله حاجة اسمها سرطان المريء فمن الافضل من الافضل الخلاصة ان من الافضل انك تاكل اكل يعني تاكل اكل مثلا ياكل عن ساعة عشر عشان تنامي الساعة اتناشر او واحدة ده اللي يفضل لكن ما يفضلش انك تاكل وتنامي انت لو كانت ونمت على فكرة وكانت واجبة واحدة زي ما احنا قلنا في اليوم في بداية الفيديو انت مش هتدخن لانت بالعكس انت هتخس بس المضاعفات بقى ليه ايه زي ارتجاع المريء زي التاكل الحمدية اللي في الاسنان لو انت مش خايفة عن نفسك خلاص نمي انت خب بيلك نخليها كده قاعدة ان انت لو كلت ونمت والاكل ده في ضمن سعراتك الحرية او اقل انت هتخس مش هتدخن لو في ضمن سعراتك الحرية انت هزبت في الوزن لو ازيب من سعراتك الحرية انت هزيد في الوزن كان معكم محمد تحسين من برنامج السلشاجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته